اقترحت رابطة كرة القدم المحترفة برئاسة عبد الكريم مدوار تسمية ملعب 13 فبراير 1958 بولاية سعيدة باسم فقيد الكرة الجزائرية سعيد عمارة الذي وفته المنية أول أمس اقتراح مدوار جاء على هامش زيارته لسعيدة أين اجتمع بوالي الولاية سعيد سعيود وقدم له تعازيه في وفاة لاعب جبهة التحرير الوطني سابقا كما اقترح عليه تسمية الملعب على اسمه